السلام عليكم و اشهر نبيكم معكم علي و النوش اليوم سأقوم بعمل كده تحديث سريع جدا على الكريبتو و خصوصا البيئكون من خلال قراءتنا للبيئكون سنعرف السوق رايح فيه كما نرى السوق حبط بسرعة كبيرة جدا وللأسف ديت حركة من حركات الحيتان ان هم يتحركوا بالسوق الى مستويات عالية وبعدين يوصلوا لخط مقاومة وبعدين حاجة من اثنين اما انه يعمل بمب و اما انه يعمل دمب فاللي حصل هنا هو انه فعلا عمل دمب قوي جدا وان كانت من ناحية السعر بأكون اقل من 10% اموما ما احنا رأينا هو الى الان عامل خط دعم جديد فحنحننحرك ده هنا هو وان كنت انا ارى انه من ممكن انه ينزل الى 20000 ده ما احنا رأينا هو انه الحركة لسه في هبوط ده بالنسبة للشامعات الساعات لكن انا اريد ان اريد لك حركة بالنسبة للشمعات الاسبوعين الاسبوعين بالنسبة الاسبوعين من منظر مرئب جدا فلما انت شايف ان هو تعمل هبوط بقاله من شهر يعني احنا تحرقته من شهر مثلا من نوفمبر العام الماضي الى الان وهو في هبوط من اخر كده اهو وبالبيل ان هو لسه ما اكتفاش لسه ما اكتفاش فمن الممكن ان يحصل ان في اي لحظة ممكن يلاقي ان الكريبتو نازل لسبعة تشعر الف وتممية ممكن يلاقيه نازل لتلاتتاشر الف حوالي اربعتاشر الف دولار فخد بالك اوي ان ممكن يحصل تلاعب من الحيتان ان هما يطلعوا ده ما عملوا هنا هون يحسستك ان كل حاجة هتبقى كويسة ده المدة اسبوعين على فكرة اسبوعين واسبوعين يبقى كده شهر هنا شهر كامل كل شمع باسبوعين فشهر كامل كل حاجة الناس بقى كويسة الناس توقعت ان هو يطلع بل هبط بنا هبوط شديد جدا وهي كانت الهبوط الاخير ده كان صعب جدا طب نبص على الاشبوع الاشبوع كل دوت الحاجات ديت لما بيبص عليها نظرة كبيرة كده من بقية بيكون اوضح واحسن زي ما احنا شفنا اهو ادي اللي احنا بكنا بنتكلم فيه وبعدين حصل الهبوط شديد حتى ان هنا كان بيوح ان هو حيبتد يتحرك ويطلع ولكن استمر في هبوط وده من الممكن ان يحصل في الفترة الجاية دي طيب انا اكون في المداربات اكون حريص جدا وكثوثا في تحديد الخسارة ما حاولش ان انا سيب اي حاجة مفتوحة جماعة دي ما كنا بنعمل جمان انا عارف ان انتو فيه منكم بيبقى واسق في الشخص اللي هو بيتتابعه بيحط مية وخمسة وعشرين في المية ومش عارفوا مية في المية والكلام ده كله هي الرافعة يعني طيب اكست وانتي هندي تونتي فايب بيبقى طالع واسق فيه جدا بص الموضوع ده ما ينفعش لازم تخلي بالك هي الرافعة اربعة خمسة بالكتير قوي خلي بالك على فلسك على استثماراتك انا عارف ان انا بتكلمك في حاجة يمكن تدايقك لازم تحديد الخسارة لان لو السوق هبط ضدك هتغتغ كل محفظتك وده اللي بلعبه عليه الحيتان انا عارف ان انا بتكلم بسوق بس مش عايد اطول عليكم في الفيديو اتمنى ان السوق تكون واضحة واتمنى لكم بغبها واضحة فيه اتنام عليكم